في مشهد مبهج حلقت عشرات من البالونات الملونة في سماء العاصمة الأسترالية كامبيرا مع انطلاق مهرجان البالون السنوي مئات الأشخاص تجمعوا مع عائلاتهم لمشاهدة البالونات الملونة وهي ترتفع ببطء وتحلق في السماء المهرجان الذي يستمر حتى الخامس عشر من مارس الجاري يعد حدثا سنويا هاما والقى اهتماما شعبيا واسعا على مستوى البلاد محليا ودوليا ويشارك سنويا في المهرجان ما بين 30 إلى 40 من البالونات الملونة التي تمثل مختلف الدول المشاركة وتحلق فوق المنطق السيحية الشهيرة في العاصمة ويعض العرض الإبداعي للبالون هو الجزء الأكثر تشويقا في المهرجان ويتضمن أشكالا مبتكرة للبالون المشارك في العرض فقد تجد بالونا على شكل زوج من نحل العسل الراقص أو بالونا آخر على شكل شخصية لمشاهير عالميين ويطفي العرض الإبداعي بهجة كبيرة على المشاهدين الذين يبلغ عددهم ما لا يقل عن 20 ألف متفرج أما النجم المهرجان هذا العام فقد كان بالونا ضخما على شكل دينصور بلغ ارتفاعه حوالي 40 مترا ويعود تاريخ بداية المهرجان إلى عام 1986 ومنذ ذلك الحين أصبح مهرجانا سنويا ترفيهيا تتميز به أستراليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر